بسم الله الرحمن الرحيم وحفي كابتن سالف مباراة الأولى لكم مع فريق الوصل كيف استعدادكم لفريق حتى؟ فريقين راجعين من المباراة الأولى في خسارة كيف تتحضرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم بعد ذي بدء طبعا أشكر إدارة نادي الوصل على التقاليد اعتونيها في هذه المباراة لقيادات الفريق الأول فريق نادي الوصل وهم الفرق العريقة جدا أو الكبير جدا في دولة الإمارات والكل يعرف تاريخ نادي الوصل والكل مدرب في الحقيقة سواء مواطر أو حتى أجنبي يتمنى أو له الشرف أن يدرب فريق كبير مثل نادي الوصل وأشكرهم على هذه الثقة وهذه الفرصة التي أعطون إياها أما من أخصى للمباراة القادمة طبعا تعرف أن اليوم الدوري ما يحتمل نتائج سلبي إضافية لفريق نادي الوصل عاصفا عن نتائج لحصات العام الماضي طبعا طبعا الفريقين يأيين من مبارتين سلبيات خسارة في بداية دور المحترفين وإن كان فريق حتى أيضا خسار مباراة كاس خليج العربي فبالتالي إن فيما نحن مطالبين بالفوز الفريق الثاني أيضا مطالب بالفوز وإن كانت مباراة على ملعب استعداداتنا طبيعية كانت على مدار الأسبوع بشكل كامل نستعد بشكل جيد سواء من ناحية البدنية أو التكتيكية أو الذهنية استعدادا لهذه المباراة المقبلة وأتمنى إن شاء الله تعالى أن الله يوفقنا في هذه المباراة سؤال من جريدة المهارات اليوم رح يرى ريجي كامل في التوقيت هذا بعد الجولة البولة هل رح ينعكس إيجابياً أم سلبياً؟ في البداية طبعاً أشكر الكابتن ريجي كامل على الفترة اللي قضيناها في الفريق في نادي الوصل وبالأخاص الفترة اللي أنا قضيتها معاه في العقيقة طبعاً من المدربين اللي واحد يفتخر نشتغال مع مدرب كبير مع سيد ريجي كامل المدربين جداً الجيدين ولكن ما يمكن ما ساعدت الظروف أن يكون يطلع بشكل جيد خاصة للمدرب قادم من الفرق حقق معها بطولات نتمنى للتوفيق المرحلة القادمة ولكن إذا قلنا عن سلبيات وإيجابيات اليوم ما نتحدث عن سلبيات لابد نكون متفائلين ودائماً نتحدث عن الإيجابيات اللي ممكن تكون مع الفريق المرحلة المقبلة ودائماً نكون متفائلين للمرحلة القادمة ما أحب أنا أذكر دائماً شو السلبيات ودائماً الأشياء السيئلة دائماً نتفائل وننظر للأمام بتفائل أنه دائماً نحول السلبيات إلى إيجابيات ما ينفع الفريق وما يكون في مصلحة الفريق واللاعبين والنادي السؤال من جريدة الخليج شو اللي يقدني قد مسائم ربيعي للفريق خلال المباراة عيدين فترة جداً قصيرة من تولي المهمة نشوف نحنا دائماً ما قلت لك اليوم نحنا لا بد أن لا نتكلم عن السلبيات أنه فترة قصيرة فترة بسيطة أنا اليوم مع الفريق كملت ما يقارب من ثلاثة شهور تقريباً معظم اللاعبين قريبين وعارفين مستوياتهم أعتقد أن اللاعبين لديهم المقدرة تأقلم السريع سواء الأسلوب أو مع التكيف السريع في التكتيك لأن اليوم تتكلم عن مدرب لاعبين محترفين ذو فكر عالي جداً خاصة للاعبين الأجانب الأربعة لديهم القدرة بتفاهم الوضع أن هذه الاحتراف موجود تغيير مدرب خلال أسبوع تغيير مدرب خلال فترة التوقف ولكن لا بد أنك أنت اليوم تسعى وتحاول أنك أنت تكون مع الفريق في هذه الفترة واللاعبين أيضاً بيساعدونك خلال هذه الفترة لأن في النهاية المرحلة مرحلة نادي والاسم اسم نادي بغض النظر عن المدرب أو الفترة اللي موجود فيها المدرب برأيك الشخصي شو المشكلة اللي يعاني فيها فريق الوصل هل هي مشكلة ذهنية بدنية أم فنية؟ ما أعتقد في الوقت الحالي الوصل يعاني من المشاكل اللي قلنا عليها ولكن دائماً يوم تغيير من مدرب لمدرب تحاول أن تكون تهيئهم من ناحية نفسية وذهنية للمباراة القادمة لأن اليوم من الصعب تغير التكتيك معين خلال يومين أو ثلاثة أيام بشكل كبير لكن اللاعبين إذا ما أرادوا شيء بيكون بشكل كبير جداً لأنهم الأداء اللي تكون في الملعب ويتأدي معك الملعب وذي ما قلت لك ما نريد أن نتكلم نحنا عن مشاكل نريد أن نتكلم عن الحلول المطروحة للمباريات القادمة دائماً نتكلم عن الحلول اللي ممكن نطرحها نحنا في المرحلة القادمة للفريق سؤال الأخير يمكن اليوم من توليك المهمة الشارع رياضي والجرائد كلهم الكلمات سالم أبيع النصراوي مدربة لنادي بصر هل هذا الشيء بيكون تحدي لك أو من شكل لك ضغوط كرة القدم هي أصلاً كرة الضغوط لكن اليوم نحنا نتكلم عن احتراف عن تحول فكري عن تحول ذهني اليوم نحنا اليوم أنا اليوم بشكل شخصي أمثل ناد الوصل في القلعة الوصل أوكي فريق ناد النصر فريق كبير ويوم اليوم كنت نلاعب فيه ومدرب فيه هذا سواء هم كتبوها أو ما كتبوها ما حد يقدر يهملها أو ما حد يقدر ينساها ولكن في الوقت الحالي لابد أنك تركز مع النادي الى انت فيه مع البيئة الى انت فيها وتخلص في عملك فيها وتحاول تعطي أقصى جهد وليحاليا تعمل فيه وهذا المفترض يكون وين كان أو متأكان وهذا وضع الطبيعي سواء اللي يلاعب انتقل من النادي الى نادي الى المدرب انتقل الى نادي الى نادي لابد أن نكون اليوم نعيه هذا الامر نتكلم عن بيئة يديدة اللي ندرب فيها فبالتالي يكون مركز تركيز كامل خلاص في العمل اجتهاد في العمل يفني وقت العمل مع اللاعبين ويعطي اقصى ما يقدر من جهة لللاعبين والمكان الذي هو موجود فيه في الوقت الحالي شكراً 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 مهتشة أنه قد سنواتًا وقامت بمعامل لعصابة المعارجي فهذا في المنزل، نجد أن نتعلم ذلك لأننا لنطفق المنزل لإمكاننا خلال 3 مقامات ونحن ممكن أن نعرف هذا مقامل، لكننا نحن نحن نقوم بالفعل نعرف أن راتا تسر في المرة الأولى وهي مهمة وهم في هذا المرة نحاولنا أن نتعال هنا في أولاً ثلاثة في المرة الأولى كيف تساعد المساعدة المنزل كيف تساعد المدعين المنزل تحديد المنزل وبدأ لفعاله؟ نحن نعطي المدعين المنزل المعاربات أن يتحرك ، معهم بأنه من المعاربات لنا عامل ساعدتنا المعاربات التي تعرفت كل المعاربات وكل شخص شخصنا في أوزعック نعم، إنسان، بالأسفل ذلك، من الممتازن من مواتل بأنه لا نتوجه في المعاربات الى موضوع في هذا المنزل أعتقد أن المنزل 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 في هذا المنزل لإنهار 3 المنزل